تقيم العام بالنسبة لدورة ناجحة باعتبار ريهان اللي انطلقت منه خاصة في علاقة بالأطفال في علاقة كذلك بتشجيد مفهوم المهرجان الأغنية اللي هو مختلف في تنوع الأنمات الموسيقية لا تقتصر فقط على نمط الموسيقى ولكن العديد من الأنمات ثم البعد الأفريقي والعربي والمغاربي اللي مهم جدا باعتبار أنه ما هيش مسابقة وطنية بل هي مسابقة أقليمية يعني فيها أنمات موسيقية ومراجعة مختلفة هي في حقيقة تصور تصور لمضمون لمهرجان نحن مشينا فيه منذ سنوات وزدنا دعمناه هذه السنة وإن شاء الله بشنا كذلك بشنا زيدوا نطوروه من خلال استرجاع مهرجان الأغنية لكي يلبي رغبة وانتظار تونسي تقريبا هذا هو المهرجان مهرجان أعطى قيمة الفنان المبدع مع اختلاف الأعمار يعني منذ الصغر إلى الفنانين اللي هم عندهم تجربة وعندهم قيمة وعندهم ربما حتى واجهها اجتماعية التراث اليوم نحن عارزين على المحافظ عليه لابد من سياسة لتحفظ هذا التراث على الأقل بصورة أنجع أثنين عارزين على تثمينه يمشي أنت ترشوف في مستوى عمل بيكالة حياة التراث الميزانيات قليلة الإرادة كذلك لابد أن تكون أقوى في مستوى تثمين هذا التراث استغلاله فهذا البعد التلميوي الاقتصادي اللي يمكن يرتبط بهذا التراث ويعطيه نقلة نوعية في مستوى الاستغلال ومستوى الاستعمال وهذا التوى إلى حد الآن عندنا مواقع بهمة جدا ولكن نشوفه نسب نسب الذهاب إليها والتعرف عليها منها التوانسة ومنها الجانب قليلة هذا مش ممكن ولابد أن نحصنه هذه نسبها والله كان عندي لقاء مرات عديدة مع سعد سفير تركيا بتونس كان لقاه وشرفنا حتى في مهرجان في أيام قرطاج الموسيقية كان معنا في البحثية وتقابلنا وتعرف وفهم مركز ثقافي بشاقعة في تونس تركيا وفهم مركز تونسي بشاقعة في اسطنبول يعني فهم شاركة في هذه النحية وتعرف فهم مشترك كبير بين تونس وتركيا تاريخيا ثقافيا ولهذا عادي جدا أن نوطد هذه السلة وندعمها أكثر فأكثر ماذا بنا نحن وراه المجتمع المدني بالنسبة لنا هو المجتمع الخاص والقادر الذي يغير الوقع لأن الثقافة لا يمكن أن تغيرها الدولة يغيرها أصحابها الفاعلين فيها يعني وجهات التي هي معنية مباشرة بتغيير وقعها الميزانية بصفة عامة قليلة أمام الريهانات المطروحة أمام وزارة الثقافية وهي الريهانات مهمة جدا وخاصة مع التوراث وهمية التوراث والتنمية التوراث تنمية المهرجانات والصناعة الثقافية الثقافة يمكن أن تكون حقيقة حنصر من عناصر التنمية بصفة عامة المادية أو المادية ولكن هي رهي خلافا لما يقال ماهيش أدنى ميزانية فما يمكن سبعة أو ثمانية وزارات أخرى ماهيش أدنى ميزانية؟ اللي هي بعضنا بعضنا يعني في مستوى نحن ندافع إن شاء الله متعرف للمكانيات الاقتصادية مثل البلاد والمالية ولكن ندافع على تحسين هذه الميزانية إن شاء الله نتمكنه على سنة زدنا 30 مليار في الميزانية هي تقريبا 250 مليار عام ناول في حدود 220 مليار سنة ولت 250 مليار تقريبا زدنا 30 مليار ولكن هذا لا يكفي في السياق هذا أولا لابد من إدارة جديدة للثقافة تصور جديد في مستوى الإسلاح الثقافي ليأخذ بنظر الاعتبار يعني الأمكانيات المنتوفرة لهذا المعطى أنا أن نقول انتلاقا من هذا الأمر ربما يعني شيئا فشيئا نصلح أولا ساعة إداريا وتشريعيا وتنظيميا القطاع لأنه له العمل لوزارة الثقافة لابد من مراجعته ونحن بصدد مراجعته ما يجمش نطلب من هذا القطاع أن يصبح قطاعا تلمويا حقيقيا في غياب تنظيم لهذا القطاع في مستوى أداء وزارة الثقافية ونقولها بكل صراح يعني نحن بمراجعات لأن هذا القطاع فيه إشكاليات مطروحة وإشكاليات وهنات وسلبية متكررة لهذا نصلح إداريا تنظيميا نصلح تشريعيا وقانونيا ونصلح كذلك في مستوى المقاربات الاستراتيجية بس نغير واقع الثقافة ثم هذا من بين الأشياء التي نطلبها اليوم هو الترفيع من هذه الميزانية في مستوى الثقافة وفي مستوى التراث لا يمكن لمهرجان أن يلبي يعني نقول انتظارات الجميع يعني انتظارات جميع غاية لا يمكن أن تدرك بسهولة ولكن الأهم أنه حسب الأهداف التي أردنا وحسب الاستراتيجيات والمتابعات التي أردنا والإمكانيات التي وضعنا على ذمة هذا المارجن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر